الاسماعيلي واسوان الاسماعيلي عنده ظروف صعبة واسوان حط نفسه في ظروف صعبة حط نفسه في ظروف صعبة نبدأ بالاسماعيلي الاسماعيلي احمد حسان ميدو مازال يبحث عن فوز اخر او فوز جديد للاسماعيلي في الدورة هذا الموسم عشان يبعده شوية عن مناطق الهبوط ولكن الاسماعيلي مازال يترنح والنتائج مش جيدة تتكلم في اخر فترة يعني الفترة بتاعت ميدو مع الاسماعيلي تلت هزائم وتلت تعادلات والامور تزداد الصعوبة انا بس عجبني بصراحة ان الاسماعيلي مازال صابرا على ميدو مش عشان ميدو عشان لازم تزبر على مدرب مش كل مدرب ييجي يخسر تلات اربعة مطشاط امشي هتوحد غيره تلات اربعة مطشاط امشي هتوحد غيره مش هتتحل لو عملت كده اسماعيلي حاول النهاردة اسوان كمان حاول عنده شوية مشاكل ادارية في اسوان ومازال يفكر فيه رحيل عن نادي اسوان كان معانا في مداخل هنا من عشر ايام تقريبا ويقال انه واخد قراره بالرحيل لو المطالب ما تنفذتش دلوقتي اسوان واقف قيده قيد اللاعبين الجدد لحين تزديد مديونياته لدى اتحاد الكرة فالوضع متأزم اكثر في اسوان خسارة كابتن ايام الرماضي كان ماشي بشكل رائع جدا مع اسوان على مستوى النتائج بس خلاص الوضع يعني بتفرط شوية بس لسه ما مراحتش خالص من اسوان يلحق يلم نفسه بسرعة اشتركوا في القناة